أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أن معركة اليمنيين مع ميليشي الحوثي الإرهابية لم تنتهي بعد مشددا على ضرورة أن يتحد الجميع في خدق واحد حتى استعادت الدولة ووأد المشروع الإيراني في اليمن وقال العمي طارق صالح خلال لقائه مدرى مكاتب الوقاف والإعلام في مدريات الساحل الغربية وكان توجيه الوية المقاومة الوطنية إن معركة الوعي لا تقل همية عن معركة السلاح ولا بد أن تكون بوصلة الجميع لها اتجاه واحد فقط وهو مواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة في ميليشي الحوثي الإرهابية مضيفا أن الحوثي استخدم ورقة الخلافات البينية بين القوى والمكونات الوطنية لتمرير مخططه التدميري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر